تنفيذا لتعاهده بعد انتخابه رئيسا جديدا لتونس وبدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأتي زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر في أولى جوالته الخارجية ملفات عديدة على طاولة نقاش سعيد وتبون يأتي في مقدمتها الملف الليبي الذي يلقي بظلاله على البلدين على حد سواء لسيما وأنهما يتقى سمان حدودا برية شاسعة مع ليبيا وتتفق الجزائر وتونس على ضرورة حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة دون تدخل أجنبي كما تأخذ القضية الفلسطينية حيزا كبيرا في المشاورات بين الرئيسين وذلك في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والتي أطلق عليها اسم صفقة القرن في المجال الاقتصادي يسعى كل من عبد المجيد تبون وقيسس عيد إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين البلدين فتونس تعاني من صعوبات في الأوضاع الاقتصادية كما تطمح الجزائر لتجاوز مرحلة عدم الاستقرار السياسي الذي مرت به منذ استقالة بوتفليقة في أبريل من عام 2019 سات عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر